نتكلم على الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية لكن أهم حاجة النهاردة إزاي أبعد عني الطاقة السلبية يعني أعمل كده جدار عازل ما بين يوم ما بين أي حد مش متربي، مش متعلم، مش مصقف، مش فاهم أنت عملت خبط فيها فأنا بعمل صورة عازل كده أنا مش هتأثر اشتم وقول وعيد مهم أنا عارفة أنا بعمل إيه لسه معنا مدرب الحياة واللايف كوتش محمد عراقي إزايك يا محمد مرة تاني أنت ولتلي ثلاث حاجات قبل الفاصل هو الطاقة دي تفسير كلمة مشاعر وأفكار مجموع المشاعر والأفكار اللي بتبقى جوايا اللي بتحرقني فلو الطاقة كلمة سلبية دي معناها أنا بتحرقني في الاتجاه السلبي وفي الاتجاه الغلط بتخليني أخد زي ما أنت كنت بتقولي من شوية أنا قعدت في البيت فهي حرقتني في الاتجاه الغلط طب دي جات لي منين؟ جات لي من أنا فسرت بقيت عندي غضب نتيجة اللي حصل في تعليق معين طيب ده جمنين بقى الغضب بيجي منين خليني نتكلم عن الأول الغضب بقى اللي هو الغضب والغل والرغبة في الانتقام احنا هنتكلم عن أول عدو الغضب والغل والرغبة في الانتقام والانتقام واحدة مثلا حبيبها سبها فيبقى عندها غضب شديد لأنها ما كانش متوقعة أنه هو يسيبها أنت لو دخلت في الحتة دي أنا مش هسكت فالغضب أصل الست بتبقى عاملة البدع وفجأة سبها وفجأة مقهورة قهر سعرفين يا رجالة يعني قهر يعني ست بتتأهر بتدمر نفسيتها كلها وأحلمها بتروح ووحدة نجحة وهو جالها عشان هي نجحة وكان سابورت أنه هو داخل يعني في معا نجحها وفرحان بنجحها وفخور بيها وهي بالنسبة له حاجة كبيرة مهم يعني مشوار حياة كبيرة وفجأة مهم يعني بعد ما خلاص الانبهار راح واتثابت فدي جي ستة عايزة تنتقم بقى لكل الأمال اللي تكسرت وحياتها اللي ضاعت وسنين عمرها تطلع فجأة ستة دي قللت الأصل خلينا بقى نتفذ قللت الأصل ليه؟ عشان هي متضايقة اللي راح يعني سيبت بقى من قلة الأصل والكلام تعالين نشوف بقى طاقة احنا بنتكلم بقى الطاقة تعالين نشوف طاقة الانتقام والغضب والغلة دي بتأثر على مين؟ بتأثر عليه هو انتي بتبقي قاعدة بتشربي سم ومستنيها هو اللي يموت مين اللي هيموت بقى؟ أنا اللي هموت لأن أنا قاعد شايل جوايا طاقة سلبية جدا جدا متقلاني وتعباني وقاعد بتابع وقاعد برائب وقاعد بدعي عليه وقاعد بقول حزبي الله ونعمل الوكيل وقاعد مركز معاه هو وهو عايش حياته طبيعي جدا جدا طب أنا لو ما خدتش قرار ان أنا أتخلى عن طاقة الغل والغضب والرغبة في الانتقام اللي جوايا أنا اللي هفضل عايش بتعذب وهو عايش طبيعي مش عشان هو كويس ولا علشان هو حلو لا علشان أنا بتصرف مع طاقتي غلط طيب اعمل ايه علشان أتخلى عن الطاقة دي أسأل نفسي سؤال هل الغضب ده هيفدني بشيء هل الرغبة في الانتقام دي هتحل المشكلة هل هو هيبقى لو حصل حاجة حتى لو اتشاف غليلي هيتشفي غليلي كم يوم يوم يومين تلاتة طب أنا هو هيرجع تاني طبيعي وانا هرجع تاني لنفس الدائرة ترجمة نانسي قنقر